أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن مقتل سبعين عنصر من تنظيم داعش بينهم عشرين قياديا بغارة نفذتها القوات الجوية العراقية غرب مدينة الموصل قصفت طائرات الجيش العراقي العديد من مواقع داعش غرب مدينة الموصل ما أدى إلى مقتل عشرة المسلحين من تنظيم داعش بينهم عشرون قياديا وقالت وزارة الدفاع في بيان لها أن الغارات الجوية استهدفت اجتماعا لقيادات داعش في منطقة تبعد عدة كيلومترات عن غرب ناحية تلعب تغرب الموصل يأتي هذا بعد ساعات من إفشار القوات المشتركة هجوما معاكسا لداعش استهدف مشارف حي السكر الواقع شمالي شرق الموصل وأوضحت مصادر أمنية أن التنظيم حاول الهجوم على القضاعات الأمامية للقوات العراقية بثلاث سيارات مفخخة في حي السكر إلى أن القوات الأمنية تمكنت بإسناد من طائرات التحالف من إحباط هذا الهجوم وتمكنت القوات المشتركة أمس من استعادة حي الفلاح في حين تستعد لاقتحام حي السكر شرقية الموصل الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين خارجيا عبر وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر عن تفاؤله بإمكانية القضاء على تنظيم داعش في مدينة الموصل خلال أيام معدودة مشهيدا في الوقت نفسه بانتصارات الجيش العراق ضد المسلحين ومؤكدا أيضا أن العملية العسكرية ضد عناصر داعش تسير في الطريق الصحيح من جهة أخرى أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان لها عن إصابة عدد من المواطنين بانفجار ست عبوات ناسفة في أماكن متفرقة وذلك بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد